وفي خضم الشهر الكريم وارتفاع درجات الحرارة نعرض لنموذج من المهن التي يضطر ممتاهنها للاشتغال في هذه الأجواء والنموذج من أقليم تنغير ومهنة الفلاح التي تتطلب مجهودات جبارة روبرتاج عبدالطيف بن طالب والملودي ذنتين بضواحي قلعة مكونا يمارس الفلاح حسن مهنته في حرث الأرض استعدادا لموسم جديد ولا يضيره في ذلك الصيام أو ارتفاع درجات الحرارة محمد يدار الحرارة بالسقيه والاستراحة كل حين يداعب المياه لترتوي الأرض ويرسم لها الطرقات في انتظار الفرج نحاول الاشتغال ما أمكن في أعمال أقل مشقة في رمضان كما نستريح في الفترة الزوالية التي تشتد فيها الحرارة خاصة بين الساعة الحادية عشر صباحا والرابعة بعد الظهر رمضان شهر الصيام والبركة مشقة الاشتغال فيه وارتفاع درجة الحرارة تتطلب الصبر لدى المهنيين لأداء واجبهم على أداء